تحديث جديد تماما فيه تطبيق ستوديو يوتيوب من على الموبايل خلى شكله احترافي جدا ركز معايا لو ضغطت على عرض المزيد هتلاقي بقى فيه اربع بطاقات تحت النظرة العامة المشاهدات وقت المشاهدة بالساعات المشتركون ارباحك المقدرة كل الاحصائيات دي لاخر تمانية وعشرين يوم افرد انا عايز اجيب فترة زمنية معينة لو ضغطت على الساعات ديت هتبدأ تجيب هنا اخر تمانية وعشرين يوم هتضغط عليها هتجيب مثلا اخر تلتمية خمسة وستين يوم هتلاقي التمانية وتسعة دولار اتغيره وبقوا مرقم مختلف 182110 يبقى دي الساعات لاخر تلتمية خمسة وستين يوم لو رجعنا كده الورا هتلاقي هنا الوقت الفعلي لاخر تمانية واربعين ساعة وهنا الفيديوهات الافضل اداء هتلاقي هنا الفيديوهات الافضل اداء لاخر ستين دقيقة او اخر تمانية واربعين ساعة زي ما انت عايز كل فيديو قدامه عدد المشاهدات تمانية واربعين ساعة. لو نزلنا تحت خالص هتلاقي اهم الفيديوهات لاخر تمانية وعشرين يوم. دي علشان تعرف ايه الفيديوهات اللي شغالها معاك. اهي. عايز تغير الفترة الزمنية اتفقنا ان انت هتضغط من هنا وتختار اي فترة زمنية انت عايزها. بالنسبة المستوى الوصول الى الجمهور هتلاقي برضو اربع بطاقات. اول واحدة هي مرات الظهور يعني الفيديوهات بتاعتك كلها. ظهرت في اليوتيوب كم مرة? هنا مثلا متين اتنين وتسعين الف مرة. في الفترة الزمنية لاخر تمانية وعشرين يوم. طب نسبة النقر للظهور كام? يعني كم في المية نقروا على الفيديوهات بتاعتي ستة وسبعة من عشرة في المية. كلما النسبة دي زادت كلما كان افضل. لو اشتغلت على الصورة المصغرة كويس جدا وخلتها جزابة النسبة دي هتزيد معاك. النقرات دي اتعملت كم مشاهدة? عملت مسلا خمسة وعشرين الف وتلتمية مشاهدة. المشاهدون الفاردون عشرين الف وربعمية مشاهدة. انواع مصادر الزيارات من بحس اليوتيوب كم في المية? من الفيديوهات المقترحة كم في المية? من ميزات التصفح كم في المية? كل حاجة من دولة لها دلالة بحس اليوتيوب شايفين سبعين في المية تقريبا فده معناه ان احنا شغالين على كويس جدا ففي فيديوهات بتجيلنا من على محرك بحس جوجل ويشوف برضو كورس اليوتيوب هتلاقيه في الوصف. المصادر الخارجية انا جات لي مشاهدات من خارج اليوتيوب منين? من جوجل سيرش? نوات ساب من فيسبوك وهكذا. اهم عبارات البحس الناس كتبت في البحس ايه? عشان يوصلوا للقناة بتاعتي القناة دي قناة سيارات هتلاقي العبارات. دي اهم الفيديوهات اللي بتقترح مشاهدة المحتوى بتاعك. ودي اهم قوام التشغيل اللي شغالة عندك بتجيب لك مشاهدات. اما عن التفاعل زي ما انت شايف هتلاقي وقت المشاهدة بالساعات وهتلاقي متوسط مدة المشاهدة. اما بقى عن الجمهور هتلاقي تلات بطاقات المشاهدون الفريدون متوسط عدد المشاهدات لكل مشاهد وهنا المشتركون. تمام? هنا عندك الجنس العمر المناطق الجغرافية اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتك لاخر تمانية وعشرين يوم. اكتر ناس بتشوف فيديوهاتك مصر السعودية العراق وهكذا. فانت لازم تعرف برضو الجمهور بتاعك جاي لك منين? اما بقى عن الارباح هتلاقي هنا تلات بطاقات. ارباحك المقدرة. وهنا الاربي ام اللي هو الارباح لكل الف مشاهدة. وهنا التكلفة لكل الف ظهور استنادا الى عملية التشغيل. اللي هو السي بي ام. ان شاء الله بقى اشرح لكم الفرق بين الاربي ام والسي بي ام في فيديو جديد ان شاء الله. هنا بقى انواع الاعلانات الفيديوهات اللي بتحقق اعلى نسبة ارباح المناطق الجغرافية. الحاجات دي كانت موجودة قبل كده. ولكن الجديد البطاقات اللي شكلها جميل ديت. ويتحس ان كل حاجة بقت سهلة وبقت دقيقة. بتمنى ان يكون الفيديو خفيف بالنسبة لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.